إنها الحرب وإن أبعدوها تقترب برغم كل الجهود لكابتشرارتها إلا أن مؤشرات اشتعالها كبرت الأنظار تتوجه مجددا إلى جنوب لبنان مراقبة إلى أي مستوى وصلت إليه لعبة حافة المعركة بين إسرائيل وحزب الله في تل أبيب انسجام واضح بين العسكر والسياسة حول قرار الحرب على جبهة لبنان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو يعطي أوامر للجيش بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال بينما قال وزير الحربي آف غالانت بأن الجيش بدأ بنقل ثقله إلى هناك وذلك مع اقتراب تحقيق الأهداف في الجنوب في الوقت الذي قالت فيه صحيفة يد عود أحرانوت بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنه إذا لم تحرز تحركات مبعوثها إلى لبنان آموس هوكشتاين أي تقدم فلن يكون أمامها خيار سوى عملية عسكرية واسعة في الشمال وكذلك نقل الذات الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن فرص التسوية السياسية في الشمال ضئيلة في الضفة المقابلة يرد حزب الله بتصعيد مضاد رافعا من وتيرة عملياته العسكرية كما ونوعا ومضيفا عددا جديدا من المستوطنات إلى بنك أهدافه في الشمال الإسرائيلي آمنا في استعراض مزيد من القوة واسترجاع الردع المفقود منذ عدة أشهر ويأتي ذلك مع تصعيد نوعي للحليف جماعة الحوثي التي أطلقت صاروخا من اليمن وصل إلى مشارف تل أبيب وضع يزداد خطورة واحتمالات حرب ترتفع لكن الباب ما زال مواربا لبعض الدبلوماسية الأمريكية حيث سيصل أموث هوكشتاين مبعوث واشنطن إلى لبنان يوم الاثنين على أمل سد فوهاتي هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر